شرت شموس الهدي بالكلمات فأنارت الأفهم بالآيات أسرج بنور العلم عقلا نيرا وافتح من الألباب كل جهاتي فالكنز علمك حين تنفقه زكاة والمال لا يزكو بلا نفقاتي بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضاتي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين والله صدي على محمد وآله محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين كان كلامنا في حساب الأعمال في يوم القيامة وحديثنا في هذه الليلة يدور بإذن الله تعالى حول أنه ربما يظهر من بعض الروايات المروية أن هناك أمورا معينة تلاحظ في حساب الأعمال في يوم القيامة لعل هذه الأمور لا تلاحظ عادة في حسابات الدنيا في حسابات الدنيا ولعله في كثير من الأحيان لا يمكن أن تلاحظ هذه الأمور في حسابات الدنيا كأنه الدنيا خلقت بنحو لا تحتمل العدالة التامة ولذلك الآخرة تكون هي المظهر الكامل للعدالة التامة وفي الآية الكريمة وفي الآية الكريمة فلا يكون في هذه الدنيا أو لا يمكن أن يكون في هذه الدنيا على كل حال على كل حال هذه مجموعة من الأمور ربما تكون فارقا عادة بين الحسابات الدنيوية والحسابات الأخروية أول هذه الأمور أنه في هذه النشأة في هذه الدنيا الحكم إنما يكون على الظواهر نحن نلاحظ في مواقفنا وفي أعمالنا وحتى الأحكام الشرعية تبتني على ظاهر الحال عادة هذه الرواية على ما ببالي مذكورة في بحار الأنوار أنه أحد المسلمين في إحدى المعارك أو نحوها هاجم رجلا من المشركين وأراد أن يقتله عندما رأى ذلك الرجل أنه تحت ظل السيف وعلاه السيف على كلها رأى أنه أوشك أن يقتله قال لا إله إلا الله الله فهاجمه الرجل المسلم وقتله بعد ذلك عاد إلى النبي الأعظم صلى الله عليه وآله ونقل له القضية النبي قال له وهل قال لا إله إلا الله قال نعم قال فلماذا قتلته قال لأنه قالها خوفا من السيف قال النبي صلى الله عليه وآله كما في هذه الرواية هل لا شققت قلبه وفي الآية الكريمة ولا تقول لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا إحنا نتعامل في هذه الدنيا ونتخذ المواقف طبقا للظواهر ولكن في حسابات الآخرة لا ينظر إلى ظاهر العمى هناك رواية عن أمير المؤمنين صلى الله وسلامه عليه مذكورة في نهج البلاغة الإمام يقول فجددهم يعني الله تعالى بعد إخلاقهم خفايا الأعمال وخبايا الأفعال ما هو المنطلق الحقيقي لماذا عمل هذا العمال الله تعالى مو محتاج إلى أعمالنا حتى واحد يفكر في حجم العمال أو في ظاهر العمال لعله والعياذ بالله واحد يأتي في الآخرة وله أعمال كأمثال الجبال وحتى هذه الخبايا أحيانا تخفى على الملائكة الموكلين بالفرد هذا في الأحاديث أكو أنه بعض الأشياء الكوام الباطنية حتى تخفى على الملائكة وفي الحديث إن الملك ليصعد مبتهجا بعمل العبد الله سبحانه وتعالى يقول للملائكة أنه ليس إياي أراد هذا العمل لم يكن لأجلي وإنما كان لذاته وإنما كان لشهرته وإنما كان لغرض دنيوي هذا العامل الأول الذي يلاحظ في حسابات الأعمال وهذه قضية حقيقة دقيقة جدا ولذلك أولياء الله سبحانه وتعالى المؤمنون العباد عباد الله الصالحون دائما كانوا يخافون من هذه القضية أنه واحد ليجي في يوم القيامة بعد جهد أربعين عام أو ثمانين عام يشوف كل شيء ما عنده المرجع المعروف السيد البروجردي رحمة الله تعالى عليه نقل أنه مضمون القضية لعلها على هذا الناح أنه كان متألم متأثر في أخريات أيام حياته فقال له بعض المحيطين به لماذا أنت متألم متأثر أنت عملت كذا وكذا من الأعمال الضخمة من المشاريع في بلاد الشارق في بلاد الغرب فقال السيد البروجردي رحمة الله عليه إن الله تعالى خاطب موسى وقال له يا موسى أخدص العمل فإن الناقد بصير بصير المؤمن عند هذا الخوف يعيش بين الخوف والرجاء في الوقت الذي يرجو رحمة الله تعالى يخاف أنه لا يأتي إلى الآخرة وهو صفر اليدين الأمر الثاني الذي يلاحظ في الحسابات الأخروية مستوى الإدراكات الدنيا لا تتحمل هذا العامل إذا جامع للشرائط العامل التكليف كالعقل مثلا لا يفرق في الدنيا بين عاقل وعاقل العاقل يتحمل مسؤولية عمله والمسؤولية واحدة الجزاء واحد المكافأة واحد في هذه الدنيا ولكن في حساب الآخرة يلاحظ مستوى الإدراك من يتمكن واحد يقيس نفس بالآخرين هذا شيء رائج متداول أقول أنا أعمل مثل ما عمل فلان الآخرون لم يعملوا أنا أيضا لا أعمل ذاك لم يعمل وأنا لم أعمل ربما ذاك يكون معذور لأن الدرك كان في هذا الحد وفي هذا المستوى ما كان يدرك أكثر من هذا ولكن من يدرك له حساب آخر هذه الرواية مروية في كتاب الكافي الشريف في المجلد الأول وهناك عدة روايات تؤدي بالنتيجة إلى هذا المضمون هذه الرواية مروية عن الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه قال كتاب العقل والجهل يقول إنما يداق الله العبادة في الحساب يوم القيامة على قدر ما آتاهم من العقول في الدنيا قدر العقل يعني مستوى الإدراك وهناك أيضا روايات تلتقي مع هذا المضمون روايات متعددة مثلا في رواية أخرى عن الإمام الصادق صلوات الله عليه يقول إن الثواب على قدر العقل وكذلك العقاب فيمكن عمل واحد يصدر من فردين من أخوين ولكن تكون المكافأة أو المعاقبة مختلفة يمكن واحد يترك وظيفة من الوظائف لأنه لم يدرك حقيقة مو أنه يخدع نفسه الخداع هناك ما يمشي يمكن ترك وظيفة من الوظائف الشرعية هذا هذا شيء متداول يقول فلان ما أعمل هذا العمل أنا ما أعمل هذا العمل مع أن فلان ولي من أولياء الله أو عبد من عباد الله الصالحين هذه المقارنة وهذه المقايسة في غير محلها لأن يمكن ذاك ما شخص أن هذه هي وظيفته الشرعي إذا نحن شخصنا أن هذه وظيفة شرعية لا يعذرنا أن فلان رجل اللي هو حقيقة ولي من أولياء الله عمل هذا العمل أو ما عمل هذا العمل هذا منطق سائد وهو منطق مغلوط ربما يكون أكو بحث في علم الأصول حول القبح الفعلي والقبح الفاعلي الفاعل ربما يكون معذورا التارك يكون معذورا لأنه بمستوى دركه عمل ولكن أنا اللي أدرك شيء خفي عن ذاك أنا أرى طريقا لم يره ذاك اللي هو عبد من عباد الله الصالحين عباد الله الصالحين غير المعصومين صلوات الله عليهم استثنوا المعصومين البقية قد يخطئ لم تنكشف له الحقيقة يعني هذه الحقيقة فإذا لم يعمل هذا العمل مو معناة أنا أيضا ما أعمل هذا العمل مقارنة النفس بالآخرين هذا خطأ نحن يجب أن نلاحظ إدراك نا للوظيفة الشرعية أنا أدرك أن هذه هي وظيفتي الشرعية عمل الآخرون أو لم يعمل كانوا معذورين في تركهم فليكونوا معذورين لكن أنا مو معذور لأن ني أدركت ذلك هذا العنصر الثاني العنصر الأول البواعث والمنطلقات العنصر الثاني مستوى الإدراكات العنصر الثالث الذي يلاحظ في الحسابات الأخروية مستوى القدرات كم عندك من القدر لعل هذا المضمون وارد في الأحاديث الشريفة أنه واحد أعطى درهما والثاني أعطى عشر الدراهم والثالث أعطى مئة درهم فنقل ذلك للنبي صلى الله عليه وآله فقال النبي صلى الله عليه وآله كلهم في الأجر سواء اللي أعطى درهم وعشرة ومئة لأن اللي أعطى درهم كان عنده عشر دراهم هذا أنفق عشرة ما يملك في سبيل الله وإلي أعطى عشرة كان عنده مئة درهم فأعطى عشرة ما يملك والذي أعطى مئة كان يملك ألف درهم فأعطى عشرة ما يملك العامل الثالث الذي يلاحظ مستوى القدرات كم تملك من القدرات الفقير يختلف عن التاجر التاجر الصغير يختلف عن التاجر الكبير ما إلى حق يقارن نفس بذاك وإنما يجب أن يلاحظ مستوى القدرة هذا العامل الثالث العامل الرابع الموقع الاجتماعي الموقع الاجتماعي مهم ويلاحظ في الحسابات الأخروية أكو فرق بين فرد وفرد وبين موقع وموقع الآن المسلمون الذين يعيشون في بلاد الغرب لهم موقع متميز يختلف عن الآخرين لأن هذا الفرد يمثل في كثير من الأحيان دينا أو يمثل مذهبا الخطأ الذي يرتكبه يختلف عن الخطأ الذي يرتكبه الآخرون لأن هذا يعتبر تجسيد لهذا الدين ولذلك المسؤولية تكون مضاعفة كان هناك رجل يقال له الشقراني هذا كان خادم النبي صلى الله عليه وآله خادم النبي يختلف عن رجل عادي موقعه يختلف العالم يختلف عن الجاهل رجل الدين يختلف عن غيره موقع يختلف في يوم من الأيام الإمام صلى الله عليه رآه وقال له يا شقراني الحسن من كل أحد حسن ومنك أحسن لمكانك من والقبيح من كل أحد قبيح ومنك أقبح لمكانك من خادم النبي يعمل عملا يختلف عن رجل عادي وقبل ذلك القرآن الكريم يخاطب زواجات النبي صلى الله عليه وآله ويقول لهن يا نساء النبي من يأت من كن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفا الخطأ الذي ترتكبه زوجة من زوجات النبي صلى الله عليه وآله يختلف عن الخطأ الذي ترتكبه امرأ عادي وفي البعد الآخر الله تعالى يقول نؤتها أجرها مرتين هذا هو العامل الرابع العامل الخامس والأخير في حديثنا الامتدادات الاجتماعية والتاريخية للعمل هذه أيضا تلاحظ هل هذه الامتدادات أمر اختياري الجواب كلا امتداد في داقع في داقع في دائرة الامتناع بالاختيار لا يناف الاختيار اذا المقدم كان اختيار كان اختيار كان عبارة خطوط والمؤسس الشيخ الشيخ الطوسي رحمة الله عليه فتح خطوط في كل الأبعاد عندما فتح خطا كم مشى في هذا الخط بعد هذا خرج من اختيار الشيخ الطوسي كتب كتاب التهذيب كم واحد يقرأ كتاب التهذيب بعد هذا مو باختيار الى يوم القيامة كم واحد يقرأ مائة مليون اقال اكثر كل هذه الامتدادات التاريخية تلاحظ في حساب عمل واذا واحد والعياذ بالله فتح خط ضلال اكو بعض الافراد يريدون ان يشتهروا فيفتح خط ضلال اكتر يريد ان يعرف في المجتمع كم واحد يمشي في هذا الخاط ومن سن سن سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها الى يوم القيامة كل واحد يمشي في هذا الخاط كل واحد يطالع هذا الكتاب اللي في فكرة منحرفة ذلك الكاتب يكون شريكا معه في عقابه هذه خمسة عناصر تلاحظ في حسابات الآخرة وهي لا تلاحظ عادة في حسابات الدنيا ولذلك الآخرة تكون مظهر للعدالة الإلهية التام البواعث والمنطلقات مستوى الإدراكات حجم القدرات الموقع الاجتماعي الامتدادات الاجتماعية والتاريخي ننتقل الى موضوع آخر هذا الحديث ورد الحديث عن ذلك ورد في روايات أهل البيت صلوات الله عليه في هذه الروايات أنه قبل أن تحاسبوا الحساب الأخروي أنتوا قوموا بحساب أنفسكم حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوها قبل أن تزنوا في مجموعة من الروايات وردت هذه الكلمة ليس منا من لم يحاسب نفسه في كل يوم العام حفظه الله كان يقول هذه الكلمة جدا موجعة إذا واحد يجي يوم القيامة النبي صلى الله عليه وآله يقول هذا مؤمن الإمام أمير المؤمنين يقول هذا مؤمن أربع من المعصومين بمقدار ما رأيت في كتب الروايات أكدوا على هذا المطلب وبنفس المضمون ليس منا من لم يحاسب نفسه في كل يوم هذه الرواية مروية أولا عن الإمام أمير المؤمنين وثانيا مروية عن الإمام الكاظم وثالثا مروية عن الإمام الصادق ورابعا مروية عن الإمام الرضا صلى الله عليهم أجمعين الإمام أمير المؤمنين والإمام الصادق والإمام الكاظم والإمام الرضا واحد في كل يوم قبل النوم يخلي له هذا البرنامج اليوم ما دعمت هذه القضية قضية مهمة جدا وتجعل في الإنسان ملكة المراقبة لأعمال والملاحظة لأعمال حتى مر وحد ليشوف في الآخرة أن كل أعماله كانت والعياذ بالله وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا أحيانا واحد في الخرام يشتغل بالجزئيات أكو مثال معروف أنه تحجبه أشجار الغابة عن رؤية الغابة واحد إلى وين دا يروح ماذا يعمل لماذا يعمل كثيرا ما واحد يغفل عن ذلك وفجأة في ميزان الآخرة يكتشف الحقيقة المر المحاسبة الليلية تنبه الإنسان إلى عمله وواقع عمله هذه القضية تنقل عن بعض الأفراد الذين كانت لهم حالات مكاشفات نحن الأفراد العاديين محصورون في إطار عالم الطبيعة ولكن هناك أفراد يرون ما وراء الطبيعة يرون حقائق مغيبة عنا مثل واحد أعمى وواحد بصير واحد عين ضعيفة وواحد عين قوية يقول أنا دا أشوف من بعيد ذلك الشيء لكن هذا ما يشوف الإشكال في النظر مو الإشكال في الواقع ينقل في أحوال هذا الرجل أنه في عالم المكاشف رأى أحد الأموات فرآه متألم جدا ذلك الرجل الميت فقال له لماذا أنت متألئ قال في الواقع أنا كان لي خط معين في الحياة كنت أمشي في ذلك الخط بعد فترة طويلة رأيت رجلا مرتاضا بالرياضات الروحية الرياضات الروحية تعطي للإنسان قدرات خارقة وهناك أفراد كثيرون الآن موجودون في بلاد العالم المختلفة على أثر الرياضات الروحية وجدت لهم قدرات خارقة فرأيته ورأيت القدرات التي يملكها فأعجبني أن أملك مثل قدراته وأنا سرت في خط الرياضة الروحية ثلاثين عاما وامتلك قدرات خارقة للعادة ذكرنا فيما مضى أنه كما أن الرياضة البدنية تعطي للفرد قدرات خارقة الرياضة الروحية أيضا تعطي للفرد قدرات خارقة ثم موت عندما موت قيل لي انت طيلت الفترة الأولى من عمرك كنت أسير أهوائك وشهواتك كله كنت تركض في الحياة لأكلك وشربك ونومك كما هي حال أغلب الأفراد الإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه يعبر عن هذا الصنف في وصفه الثالث يقول بين النثيله ومعتلفه طيلت الفصل الأول من عمرك كنت أسير أهوائك وشهواتك وكل عملك كان لأجل ذلك ثم بعد ذلك التقيت بذلك المرتب وثلاثين عام ومشيت في خط الرياضة الروحية حتى تمتلك هذه القدرات الخارقة والآن موت كنت أسير أهوائك وشهواتك 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 إذا ما كان عندكم فرق بين أن يقال لكم عالم أو لا يقال لكم عالم الهدف كان هو الله تعالى أن يعرف أن هذا المسجد أنت بنيته أو لم تبنيه ما كان مهم عندك الطرف الذي عملت معه قدر جهودك أو ما قدر جهودك هذه مشكلة يبتلى بها بعض العاملين يقول أنا عملت مع فلان ثلاثين عام وما قدر جهودي سؤال هل كنت تعمل معه أو كنت تعمل له أيهما إذا كنت تعمل له فواحد يجب أن لا ينتظر من الله سبحانه وتعالى شيئا إذا كنت تعمل معه ولكن لأجل الله تعالى فهذا مطرف الله سبحانه وتعالى هو الطرف الإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه قال لأبي ذر كما في البحار يا أبا ذر إنك غضبت لله فارج من غضبت له الرجاء يكون لله سبحانه وتعالى مرأة تقول أنا عشرين عام ضحيت لأجل زوجي وما قدرني الرجل يقول أنا عشرين عام ضحيت لأجل زوجتي وما قدرتني يمكن يقول يمكن في قلب يقول أحيانا واحد ما يقول لأن يشوف موقع ما يقتضي ذلك لكن قلبه يقول ذلك إذا المرأة عملت لزوجها فتأخذ أجرها من زوجها ولا تستحق على الله شيئا وكذلك الرجل أما إذا كان الهدف هو الله سبحانه وتعالى بعد هذا مو مطروح قدر أو لم يقدر شكر أو لم يشكر قطع أو لم يقطع يقول أنا عشرين مرة رحت إلى وما إجاني ذهبت له أو ذهبت لأجل الله سبحانه وتعالى إذا ذهبت له حتى يأتي إليك هاي تجارة معاملة تجارية أنا أجي إلى بيتكم أنتم تعالوا إلى بيتي أنا أحترمكم أنتم احترموني أنا أصلكم أنتم صلوني معاملة تجارية واحد بعملية المحاسبة يستطيع أن يكتشف على قول الإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه في تلك الرواية التي قرأناها يكتشف خفايا الأعمال وخبايا الأفعال واحد إذا اكتشف هذه الخبايا وهذه الخفايا في هذه الدنيا يتمكن يعدل مسير أما هنالك فهنالك حساب ولا عمال نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينبهنا من نومة الغافلين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين شرت شموس الهدي بالكلمات فأنارت الأفهم بالآيات أسرج بنور العلم عقلاً نيراً وافتح من الألباب كل جهاتي فالكنز علمك حين تنفقه زكاة والمال لا يزكو بلا نفقاتي بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضاتي اشترك بنور العلم عقلاً